السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير النهاردة هقول لكم الطريقة الاصلية للمخمرية وحقول لكم برضو بدال تانية لو انت ما عندكيش الادوات او الخامات بتاعت اللي هي الاصلية هقولك تستبدليها بايه علشان برضو تعمليها في البيت وحتكون احلى من الجهزة كمان برا اول حاجة في الوصفة الاصلية الزعفران دي من اهم حاجة في الوصفة الاصلية بتاعتك هتجيبي زعفران زي كده وحتطحانيه كله هو موجودة عند العطار هتجيبيه وهتستخدميه معنا في الوصف هو بيكون بالشكل ده كده هتخديه وهتطحانيه في كابة او زي ما بتطحاني التوابل مثلا وهتطحاني معاه كمان المسك حوريكم مقعب المسك اللي انا هستخدمه هتجيبي زيه او هتجيبي حاجة شبيهة ليه لانه برضو حلوة قوي برضو من عند العطار اكيد هتلاقيه وبرضو في المحلات بتاعت ادوات التجميل وكده تسألي عليه برضو ممكن تلاقيه هتجيبيه وهتمسكيه هت يعني تقصريه كده شوية قطع صغيرة وهتحطيه مع الزعفران وهتطحانيهم مع بعض المكعبات دي رهيبة بصراحة يا بنات انا بحبها جدا يعني انا كل ما بنزل مصر لازم بجيب منها كمية حلوة قوي بتحطيها بتدهني منها على جسمك بس حتى لو انت من غير الوصفة بتاعت المخمرية حلوة قوي قوي يعني ممكن تتخديها وتحطيها في الدولاب او تقصري منها كده شوية وتحطيها في الشمع برضو بيدي ريحة رهيبة انا بحبه قوي المكعبات بتاعت المسكي دي حلوة قوي برحيتها قوية وجميلة تالت حاجة هنستخدمها معنا في الوصفة زبدة الشاية ولو مش عندك هقولك برضو تستخدمي ايه بديل لها زبدة الشاية دي الاصلية وانت بتشتري يعني هي كمان لونها مش بان قوي في الكاميرا بس وانت بتشتري تخلي بالك زبدة الشاية ما تكونش ولا صفرة ولا تكون بيضة اللي هي البيضة النوصع تبقى زي ما بيقولوا كده سن الفيل او اللي هو او مدي على صفار شوية مش افوايت لأ مدي على صفار سنة كده دي كانت من افريقيا ومن حد كان موسوك منه وبصراحة حلوة قوي قوي يعني اه عجبتني لان جربت يعني قبلها كزا مرة جربت انواع كتيرة ومفيش ولا مرة طلع حاجة كويس فدي بقى لو انت ما عندكيش زبدة شي هتستخدمي بدلها الفيزلين الفيزلين ده برضو حلوة قوي الفيزلين ده من احسن انواع الفيزلين اه في انواع كتير اه بتتباع بس اه ده احلى نوع فيزلين لو ما عندكيش ممكن تحطي زيت جوز الهند اللي هو برضو البيو اللي هو بينشف في الشتاء بتحسين هو جامد كده وبيبقى عامل زي زبدة الشي بيبقى جامد كده لو انت ما عندكيش وبرضو لو انت عندك بقى كل الحاجات دي اعملي زي ما انا حعمل انا ححط من كل حاجة شوية علشان حيديني زبدة الشي لها فوائد زيت جوز الهند لفوائد كل حاجة لها فوائد بصي ده زيت لوز بيبقى عندك زيت مر وفي حلو انا ححط من الحلو ده ده اللي انا كنت في الفيديو كنت مسكها المر بس انا لأ انا ححط من الحلو ماشي ودي زيت بيرفوم صغيرة ممكن تحطي من اي بيرفوم انت بتحبيه اي نوع عندك انت بتحبيه ولو عندك مسك برضو زي اللي انا كنت بصوره ده او اي انواع مسك الابيض والليسود برضو حلوين والاصلي طبعا هيبقى طحفة فانت لو عندك حطي برضو شوية مسك معاهم اللي هو السايل ده على المطحون التاني اللي احنا حطناه في الاول على اي بيرفوم عندك بتحبيه او الزيوت العطرية اللي هي بتتباع دي برضو ممكن تجيبي منها يعني تكون ريحتها قوية كده شوية علشان تدي للمخمرية ريحة حلو او بادي سبلاش زي ده كده مثلا اللي هو المعطر الجسم بترشي منه برضو شوية على الوصفة لو هو عندك من الانواع اللي هي القوية وبتثبت برضو ممكن ترشي كده شوية معاهم اي بقى برفناتها عندك اي حاجة عندك ريحتها قوية فانت حطي بقى بس هنجيب بقى الحاجات دي كلها هنطحن الزعفران هنطحن المكعب بتاع المسك كلهم مع بعض وبعد كده هنحط بقى الزبدة الشية هنحط الزيوت اللي احنا عايزينها هنحط البييرفومز اللي احنا عايزينها كلهم مع بعض وهتحطيهم في المايكرويف لو ما عندكيش مايكرويف تقدري برضو تحطيهم في حمام بخار المهم ان هم يتمسجوا كلهم مع بعض كده ويبقى مزيج ويدوبوا كلهم مع بعض وحتسبيهم يبرادوا شوية وبعد كده هتعانيهم كذا يوم ما تستخدميهاش من اول يوم لان هي اسمها مخمرية ان احنا لازم نخمرها كل ما هتخمريها كل ما هتبقى الريحة بتاعتها اقوى وحتبقى احلى فاحنا هنسيبها كذا يوم ما نستخدمهاش من اول يوم بس سيبيها بقى في التلاجة او سيبيها برا لو الجو بارد واستخدميها ويدوبك هي نقطة كده وراء الجدان على الايد على الجسم زي ما انت عايزة لو عايزة تحط على جسمك كله بس هي بصراحة يعني تنتوفة بس كده منها بتدي ريحة قوية للجسم كله ولو انت بقى هتحطي على شعرك هتحطي على الاطراف بتاعت الشعر بس ما تحطيش على فروة راسك ما تحطيش على شعرك كله لا تمسكي بس طرف شعرك من تحت وتحطي عليه حيديلك برضو ريحة حلوة هيفضل شعرك ريحته حلوة طول الوقت هيفضل جسمك كله برضو ريحته حلوة طول الوقت وسابت يعني ده الحلوة فيها وفي نفس الوقت بحاجات مش مكلفة وحاجات كلها من البيت وعملنا الوصفة الاصلية كمان يعني احلى من المحلات يعني اللي بتبعها في المحلات ما بتكونش مركزة ولا قوية زي اللي احنا هنعملها فبس هنجيب المسك هنجيب الحاجات دي كلها ولو ما عندكش هتجيبي البداية لزي ما قلتلك في زليم بدل زبدة شية هتجيبي لو ما عندكش ضعفران خالص مش مشكلة يعني تقدر ان انت تعملي بديل ما توقفيش عند حاجة دايما بقول للناس عايزة تعملي وصفة ما لقتيش الحاجات ما توقفيش لأ شوفي اي بدلية اخترعي جربي مرة حاجة تعجبك مرة حاجة ما تعجبكيش فجربي دايما كده وعمليهم هنا حطيت الحاجات على بعض هندخلهم بقى الميكرويف وحنزود عليهم بقى اللي انت هتحطيها هتحطي عليها الزيوت اللي انت عايزيها اللي انت بقى عايزي هنا وانا بحط الزيت طار مني شوية فبس زي ما قلتلكم حاجة انت مش عارفة تعمليها دوري على بدل ليها المهم ان انت ما توقفيش عند وصفة واصفة نفسك تعمليها اعمليها بالبدال اللي عندك باختراعاتك انت بتجربتك انت وصدقني هتطلع حلوة وكل حاجة بتتعمل في البيت بتبقى احسن من البر فجربي وحتلاقاها مركزة وحتلاقاها جميلة وراحتها بتطول معاك هنا بقى كنت بحط الزيوت وبحط الحاجات هتحطيهم كلهم على بعض حطيت من البادي سبلاش كمان فيعني اللي عندك بقى زي ما قلتلكم هتحطيهم وهنا بعد ما طلعوا من المايكرويف برضو هتفضلي كده تتقلبي فيهم شوية او تعمليهم بالشوكة زي ما كنت بعمل علشان يدوبه خالص ما يكونش فيه اي كلكة فيها اه من زبدة الشياء او من اللي هو الزيت جوز الهند او اي حاجة من كلكة معيها هتفضلي بقى تدويبي فيها لحد ما تدوب خالص وتسبيها تبرد وتعنيها كزا يوم زي ما قلتلك علشان اه هي زي ما قلتلك اسمها مخمرية لازم تتخمر هتسيبيها بقى تبرد خالص وبعد كده تستخدميها في كريم حلوة قوي كمان تقدر ان انت ستتبدلي برضو اه بمثلا بزبدة الشياء او بالزيوت اي ده لان هو ملمسه اصلا عامل زي المخمرية هو الملمس بتاعه زي المخمرية وبحلوة قوي انا بحب الكريم ده قوي اه في الشتة بالزيت تحطي منه على ايدك بيبقى رهيب او مسلا لو على رجلك حطي على ركبك حطي بقى زي ما انت عايزة اه حلو بحبه قوي اه ما عرفش في بداية اللي في مصر لا بس اكد لي هو عامل زي الجليسترين اعطوكت شوية بس اللي هو اه مش سايل هو كريم فحلو حلوة قوي 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 حوريكم صورة ايدي كمان بعد ما حطيته انا انا بحبه بحبه قوي فيه برضو كزا كريم عندي حلوين حبقى صوره لكم اه وهم وهم بجد وحتى بيدي نضارة للايد ولمعة بتبقى تحفى يمكن مش ظاهر كمان في في التصوير بس لا هو جميل ولو جربتي مش هتقدر تستغني عنه وان شاء الله هعمل لكم كده عن شوية كريمات وشوية برفنات وشوية حاجات اه قريب بازن الله ده شكل الايد بصراحة حلوة قوي هي مش ظاهرة كمان وبس كده يا رب اكون فتكم وان شاء الله الفيديو كونوا استفدتم منه وتعملوا الطريقة وتقولوا لي كده في الكومنتات عجابتكم ولا لأ وما تنسوش اللايك والاشتراك والشير